السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء طلاب وطالبات السانوية العامة معكم ميسيو بهاب الضابة خبير ومشرف اللغة الفرنسية المرحلة السانوية هنكمل سلسلة مراجعتنا للقواعد وأنا قلت لكم الطريقة بتاعت المراجعات عندي إن أنا بحل معاك تدريبات كتير وحل النقطة معاك وقولك إحنا حلناها ليه كده بس يعني حضرتك تكون مراجع جرامير معايا وتكون مراجع بعد كده تبص معايا في التدريبات تقرأ التدريبات وتسمع الشرح بتاعي النقطة دي حلها كده وحلناها كده ليه يعني بحل نقطة مختلفة على كده قاعدة في نفس الوقت يعني أنت لازم تكون مذاكر قواعد عايز بقى شرح قاعدة قاعدة برضو موجودة عندي على القناة ياريت كل يركز معايا هنحل مع بعض تدريب مهم جدا ونقطة كلها جات في امتحانات قبل كده أول حاجة عندي لما يقول لنقطة زي اللي فوق هنا لفاش سي برغومين نقط لا فاغم أختار إيه؟ طبعا لو جيت هنا بيقول لك الأبقار تتنزه نقطة المزرعة يبقى أقول إيه؟ ديفا آخر وحدة ديفا لا فاغم أمام المزرعة حد يقول ليه ليه اخترت ديفا؟ أقول لك ليه؟ أول وحدة اللي هي الشي معناها عنده لازم ييجي بعدها عاقل تاني وحدة معناها أفك يعني معه هلينفع أبقار بتتنزه مع المزرعة؟ طبعا ما ينفعش يبقى إذن أقول تتنزه ديفا أمام المزرعة يبقى إذن حفظي معاني الكلمات مهمة جدا النقطة التانية ركز معايا بقى بيقول لك نقطة سون تالي ألوبيتال طب أختار أنه وحدة طبعا لو أنت دورت هنا إيه الأفك إس وإيه الأفك إس هما الاتنين بيتصرفوا مع سو لو أنت حافظ فر بقاتغ مش هحنا بنقول إيه سو وإيه الأفك إس سو هتقول لي يا ميسي هم لا أختاريه هنا هقول لك أنا الفايصل هنا لو أنت بصيت الجملة دي في البصيكوم بوزي في الماضي المركب لو خدت بالك من الحروف الزيادة في الآخر هتلاقي أس اللي هي إي أس طبعا إحنا قلنا الإي أس لما زودها مع المساعدات لازم يكون الفاعل جمع مؤنس يبقى أختار أل اللي هي في النص يبقى تاني أنا اخترت أل اللي هي في النص عشان الزيادة هنا اللي في آخر اسم المفعول إي أس لو كانت الزيادة إس بس كنت اخترت إيه للأولى لازم أنا أختار أبقى كل تركيز نقطة نموة و ورقم ثلاثة ألس نقطة تومبي ألس نقطة تومبي ألس تكون وقعت المفروض في تكملة سيغلاتاغ على الأرض خلاص أختاري هنا بقى طبعا لو أنت أخدت بالك ده طبعا بسي كومبوزي ماضي مركب عايز أختار فعل مساعد طب أختار إترو الأفوار طبعا الأخيرة فيان دي ما تنفعش خالص ليه؟ لأن دي أصلا تبع الماضي الحديث بسي ريسو وبيجي بعدها الفعل في المصدر إنما هنا لبعض النقط اسم مفعول أختاري بقى يا إتري أفوار طبعا لو أنتوا أخدين بالكم إن هنا حقول ألس وقعت المفروضة على الأرض أختار إيه؟ اللي هي الأولى طيب نموغو كاتغي بقى أركز معي قوي ألس نقطة تومبي لوليف غبارتاغ هي أوقاعة الكتاب حتى أقول لي يا ميسي طب ما هو نفس الفعل أقول له آه بس خد بالك احنا قلنا الأفعال اللي بتتصرف مع المساعد أتغى لو جي وراها مفعول مباشر يعني ما فيش حرف جر بينه وبين الفعل يبقى عند إذن أختار معها المساعد أفوار يبقى تاني لو قلنا في حوالي 14 فعل لمشتقاتهم بياخدوا المساعد أتغى بس بشرط يكون وراها مفعول غير مباشر يعني في حرف جر افرض بقى جي وراها مفعول خد بالك هنا تومبيل وليفغا ما فيش حرف جر بين كلمة ليف وكلمة تومبيه يبقى إذن تاخد على طول مساعد أفوار المساعد إيه أفوار يبقى اختار اللي في النص ودي ليه على كده أني ما زودت الزيادات مع مين مع تومبيه لأن لو هي بتاخد المساعد إيه كنت أنا زودت حروف زيادة طب ننكز أوف النقطة رقم 5 و 6 و 7 ليه هنا بقى جايب لك الزمن وعايزك تختار الكلمة الدلة اللي هي بتدل على الزمن ده إزاي يعني لو أنت بصيت في نمغوسها رقم 5 جايب لك بالأكواس إيير إمبارح دي من علامات البصي كومبوزي الماضي المركب دماء غدا دي من علامات الفتير المستقبل وجوه دوي النهاردة دي من علامات بغيزون المضارة يبقى أنا حقر الجملة اللي عندي واعرف الزمن اللي موجود فيه الفعل طب أول جملة رقم 5 جو سوي زالي ألا كامباني خد بالك سوي ألي يبقى ده بيتكون من جزئين فعل قطر إيه أول جزء فيهم يبقى ده بصي كومبوزي يبقى أختار أنا واحدة أول واحدة اللي هي إيه إيه يا إخ طب اللي بعدها هنمغوسيس رقم 6 جو في زالي بس خد بالك فيرباء لي نقص إي اللي هي أور جو في زالي أنا سوف أذهب يبقى هنا اتكونت من جزئين الجزء الأولي من فيرباء لي يبقى ده مستقبل يبقى أختاره في النص اللي هي دماء يبقى إذن لازم أعرف الزمن اللي فيه الفعل عشان أعرف أختار الكلمة الدلة طب رقم 6-7 جو في ألا كامباني أذهب إلى الريف خد بالك في ده فيرباء لي في المضارع يبقى أختار آخر واحدة اللي هي وجو دوي يبقى إذن لما أختار الكلمة الدلة على الزمن أبص على الزمن اللي فيه الفعل طب هتقول لي يا مسي إيه الأزمان اللي احنا أخدناها أول حاجة لو لقيت الفعل وفعل واحد بس يبقى ده بريزون مضارع طب افرض لقيتوا بتكون من جزئين أبص على الجزء الأول لو لقيتوا فغب قلي اللي هو معناه يذهب هنا حيبقى معناه سوف يبقى ده مستقبل في تيور علاماته الدلة دماء أبغي دماء كلمة دون اللي هي معناها بعد لو لقيت الجزء الأول بتكون من جزئين الجزء الأول فغب فينير ده يبقى ده ماضي حديث يبقى أختار كلمة إليا لو لقيتوا بقى بتكون من جزئين اولو اتغا او افوار يبقى ده باسي كومبوزي اختار ايير او افوانتي ايير هي دي الازمينة اللي عندي بعد كده بقى نمغو ويت رقم تمانية او نقطنا جي اختار ايه بقى جيب لك فيرب سافواغ اللي هو يعرف طبعا او تسوي يبقى اختار الفعل مع ايل يبقى اول واحدة اللي هي سي طيب نمغو نف رقم تسعة ندا دون نقطنا جي طبعا ده تعبير خدنا على بعضه بقولك ندا تؤكل الاران بدوني امون جي بقى اختار اول واحدة طيب نمغو ديس رقم عشرة اللي امواء نقط دي سيني طبعا ده تصريف فيرب سافوار اللي امواء على طول انا اقول لك اي اسم مع امواء اصرف الفعل كأنه مع نو يبقى اختار اخر واحدة انما اي اسم مع اتواء لو انا كنت قلت علي اتواء كنت صرفته مع فو يبقى تاني اي اسم مع امواء اصرف الفعل مع نو اي اسم مع اتواء اصرف الفعل مع فو اي اسم مسنة اصرف الفعل مع ايه الافك اس اخر واحدة 11 جوباس منويك اند نقط كامباني انا بقدر الاجهازة بتاعتي باخترع طول في النص على كامباني عشان كامباني مؤنس بس خد بالك في خطأ كتابة هنا في كامباني المفروض هي هنا مفيش حرفه الاش يبقى اذا ابنائي الاعزاء حضرك لما تيجي تحل القواعد تلكز اوي في الاختيارات تلكز اوي في الاختيارات البل اقواس تلكز اوي في الجملة اللي حضرتك بتقرأها الجملة اللي انا بقرأها عشان اعرف ايه الزمن دقي الكز اوي في الفعل احفظ الافعال وتصرفات الافعال كان معكم ميسيو هاب الضابا خبير ومشرف اللغة الفرنسية المرحلة السانوية اورفواغ ميزيلاف